تسمح مبادرة لمنظمة غير حكومية للشباب الأفغاني العاجز في وجه النزاع المتواصل في البلاد بالتعبير عن وجعه وإيصال صوته من خلال رسائل مكتوبة بخط اليد يجلس الفنان عميد الشريفي الذي أطلق المبادرة في محترفه في كابل ويختار مجموعة من الرسائل أغلب الردود التي تصلنا حول السلام أعتقد أن الكثير من الشباب يريدون وقف أطلاق النار يريدون وقف هذا العنف المجنون وقد أشاروا إلى ذلك بوضوح في رسائلهم هم يريدون لسفك الدماء أن يتوقف وأتت هذه الرسائل ثمرة مبادرة لمنظمة أردلوردز غير الحكومية بهدف إيصال أصوات الشباب الأفغان الذين يشعرون بأنهم مهملون وعاجزون في حين يتواصل النزاع في بلدهم ووضع الشريفي وفريقه ستة صناديق بريد في مدارس وجامعات ومقاهن في العاصمة الأفغانية داعين المارة إلى إيداع قصصهم فيها وأطلق المشروع قبل أسابيع قليلة فقط في وقت دخلت فيه المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان على ما يبدو مرحلتها النهائية أعتقد أن الأفغان غير متفائلين بنتيجة عملية السلام لأننا نجهل كل شيء عن الاتفاق الذي يتم التحضير له ويأمل الشريفي في توسيع الحملة لتشمل مناطق أخرى غير العاصمة ويؤكد أن محتوى الرسائل سينقل إلى الرئيس أشرف غني ورئيس الحكومة عبدالله عبدالله والأمريكيين وحتى حركة طالبان اشتركوا في القناة